هو أول شيء قل نفهم الفيروس أول مرة خلوا الناس تعرف أنه الفيروس طبيعة شنو نعم طريقة انتقال شنو أنا أتمنى تطيني وقت كافي أتكلم على هذا الموضوع خاطر الناس تقدر تبني على هذا الكلام الشوان تقدر أول شيء تحمي نفسه وشوان تقدر توقي نفسه وتحمي غيره أولاً أحنا ما نقدر نقول هذا مكان موبوء وهذا مكان غير موبوء أول شيء الفيروس هو ينتقل يعني عن طريق الرذاث اللي هو القطيرات التي تحمل بالعطاس أو بالسعال من قبل المريض الذي يحمل هذا الفيروس يعني معناها أنه هو ينتقل من شخص إلى شخص آخر الخطورة وين أنا دائماً أأكد على هذا الموضوع الخطورة وين أنه إحنا كناس موجودين ما نعرف المقابل بفيروس هل هو مريض أو غير مريض أو حامل للفيروس أو غير حامل ما نعرف يعني عادة بعض الأحيان لا تظهر الأعراض هو حامل للفيروس وناقل إليه ويكون شخص موجود قدامك ولذلك أنا إذا أقول خالزم نفهم شغلتين أساسيتين أنا دائماً أأكد عليها وأقولها في كل لقاءات التلفزيونية نعم اللي يريدي يعني ما يصير به الفيروس لازم يفهم هن شغلتين الثنين خاطر يعرف أنه هو يقدر يحمي نفسه من الفيروس حتى قدام الشخص الموجود مريض قدامه بفيروس أول شيء أول شيء إيد أي إنسان حالياً هاي إيدي هي عدو إلي هذه أول مبدأ يعني شنو معنىها عدو إلي يعني ما أستخدمها هاي الإيد ألزم بها عيني ألزم بها خشمي ألزم بها فمي إلا أن تكون نظيفة ومخصولة غسل جيد بالماء والصابون لمدة 20 ثانية يعني هي هاي الأماكن متلافة اللي يدخل منها الفيروس صحيح العين والأنف والفم صحيح طيب ولذلك كل واحد بينه لازم يعرف مين شوان ينتقل مين يدخل الفيروس إذا عرف هذه المناطق اللي هي العين والأنف والفم ما يمسكهم عندها بعد هاي عادة ما يطلع بره يمسكهم حتى اللي بس تشوفوه ماكو داعي بس إذا أراد يمسكهم يروح يغسل إيدها بالماء والصابون يقدر عادي يمسكهم باحتة لأنه يكون الإيد ما بيه الشغلة الثانية نحن قلنا إيدي آني عدوي إيد غيري هم عدوة إلي يعني أنا ما أصافح غيري أبداً ما أمد إيدي أصافح غيري ليش؟ لأنني ما أدري هذا اللي دع صافحة قد يكون مصاب وهو عطس على إيده أو كاح والفيروس موجود بإيده وصافحني وبعدين أنا إيجيت ما أدري لزمت عيني لزمت خشمي لزمت حلقي دخل الفيروس للجسم هذه هي الطريقة التي يدخل فيها الفيروس إلى جسم الإنسان يجب كل الناس يعرفوها يعني دكتور كلها عن طريق اللمس بضبط لم يثبت أو هل ثبت إلى الآن أن الفيروس انتقل عن طريق الجو والهواء؟ لا لا هو الفيروس يعني حتى لو مريض كح بالجو راح يبقى فترة بسيطة ويسخط على الأرض دائماً الفيروس راح يكون على الأرض أو على أجسام الصلبة ليش إحنا شو نقول؟ نقول أي واحد يلزم أجساء صلبة أجسام معدنية باب سيارة باب بيت قضية معدنية بره كح عليها واحد يروح يغسل إيده طب يكفي الغسيل يعني ولا لازم إلا معقم وهذا القاصر والتعليمات صدقيني يعني الناس فرعدها دمان بموضور لا لا المي والصابون كافي جداً لمدة عشرين ثانية يحسب من واحد من العشرين ويغسل إيده هالشكل تكون إيده نظيفة ذاك الوقت يقدر يمسك وجهه وحتى يعني قضية المصافحة بالمناسبة يعني إذا اثنين عيدهم غاسلها بالماء والصابون نمدة عشرين ثانية وعيدهم صارت تنظيفة يقولون يصافحون بس إحنا على مود خاطر لس صير هذه عادة بالمجتمع هي عادة أصلاً على مود نوقف هذه العادة بالمجتمع لا مصافحة ولا تقبيل ولا هذه العادات اللي بالأحضان وغيرها وغيرها لذلك أنا أكد على هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر